ميزة العرض الأول موضوع من خلال الموبايل كان بيبقى معقد جدا وما كناش بنقدر نزبط الموضوع ده طيب احنا النهاردة مع التحديثات اللي حصلت في استوديو اليوتيوب ضفوا لنا ميزة العرض الأول من خلال استوديو اليوتيوب من خلال الهاتف وطبعا ده التطبيق اللي احنا بنزله على الموبايل بتاعنا فخلونا نبدأ الشرح هنفتح استوديو اليوتيوب وطبعا هننزل كده شوية وليكن احنا رفعنا فيديو زي بتاع الصورة المصغرة ده انا رفعته خليته على وضع الخاص فانا عاوز اعمل للفيديو ده عرض اول فكل اللي علي ان انا هفتح الفيديو بالشكل ده وزي ما انتوا شايفين هنا بيقولك مستوى العرض فيديو خاص فانا هضغط على علامة الالم اللي موجودة فيه الاعلى وهنروح على كلمة فيديو خاص من هنا وهنختار كلمة عام وبعد كده هننزل تحت خالص هنلاقي الميزة جديدة اللي ضفوها في استوديو اليوتيوب هي ميزة ضبط الجدول الزمني فبنختار من هنا التاريخ والوقت طبعا احنا هنختار الوقت انا النهاردة مثلا 30 أربعة فهختار 30 وانا هنا هحدد الوقت اللي انا هرفع في الفيديو انا الوقت عندي الساعة 10 وتلت مساء فكل اللي علي ان انا هخليه مثلا على الساعة حوالي 10 ونص هخليه على 10 ونص واختار مساء من اسفل فعنديني هنا صباحا وهي عنديني هنا مساء وبعد كده هقول له موافق وهضغط على مربع ضبط الفيديو كعرض اول من هنا وبعد كده ارجع من الساهم اللي فوق ده وبعد كده اقول له حفظ وهيجيب لي هنا مستوى العرض عرض اول طبعا العرض الاول ده مستو كويسة جدا ان انت بيكون فيه تفاعل مباشر ما بينك وما بين المشتركين في القناة وكمان بيخلي الفيديو ينتشر على اليوتيوب في بداية رفعه في اسرع وقت ممكن اتمنى يكون الدرس عجبكم وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل وتدوني لايك السلام